بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو بتاعنا ده هنتكلم إن شاء الله عن أول مجموعة أو فصيلة من المركبات العضوية وهي الألكانات الألكانز دي تعتبر تنضم إلى الهايدروكاربون يعني مركبات الكاربون والهايدروجين اللي بيكون فيها كل ذرات الكاربون والهايدروجين عاملين روابط مع بعض من النوع السينجل بوند أو السيجما بوند الصيغة العامة للألكانات بتكون سي إن إتش تو إن بلاس تو يعني أنا عندي لو الكاربون هنا عندي ذرات الكاربون واحدة يبقى معنا كده ان انا عندي اربع زرات هيدروجي مرتبطة بيها طبعا لان الكربون بيقدر ان هو يعمل اربع روابط من النوع سيجمة وعشان كده استنتجه هنا الصيغة العامة لو عندي كربون مثلا في عندي عدد الكربون زي 2 زي في مثال الايسان هقدر ان انا اقول ان انا عندي C2H2N يعني 2 في 2 ب4 زي 2 ب6 يعني C2H6 للصيغة العامة للايسان لو عندي البروبان يبقى C3H8 ان ده بيرمز لعدد زرات الكربون فين في الجزيء بتاعي فالسلسلة من الالكانات بتكون سلسلة ايه طبعا مشبعة زي ما احنا قلنا ساتيوريتد قبل كده وقلنا كمان ان هي بتكون مفتوحة وليها unlimited number of calms النقطة التانية طرق تحضير الالكانز بيقول لي اما ان انا بقدر اعمل هيدروجي نيشن ليه الالكانزة او الالكانزة عن طريق تفاعل اديشن زي ما اكلمنا في الفيديو السابق عن انواع التفاعلات هنا بيكون فيه تفاعل اديشن اللي هو الهايدروجي نيشن الالكانزة او الالكانزة بتتميز بوجود double bond او triple bond بقدر ان انا اعمل هيدروجي نيشن يعني اضافة هيدروجي نيشن اضافة هيدروجي نيشن بيضطر ان هو يكسر الربط الضبل ويضيف عليها الهايدروجي نيشن بالتالي بتتحول الى المركب بتاع المورسكيوريتد فيه طبعا التفاعل ده بيتم على سطح كاتاليست اللي هو النيكل عن درجة حرارة من 200-300A درجة خلاص عندي الاسيلين هنا لما بيتفاعل مع جزئ الهايدروجين بيكون للإيسان البروبين بيكون البروبان والاسيتيلين بيستخدم طبعا اتنين جزئ من الهايدروجين لانه فيه اتنين double bond تمام فبتحتاج اتنين جزئ من الهايدروجين كل جزئ عشان double bond تمام فبيكون عندي ايه الايسان تاني طريقة او كده لتحضير الالكانز هي طريقة الاختزال للالكايل هالايدز الالكايل هالايدز احنا زي ما احنا قلنا ان هي مجموعة من الهايدروكاربونز مرتبطة بايه بهالوجين تمام فهنا عندي مثال المسايل الايوضايد الالكايل هالايدز هنا بيقدر ان هو يعمل ريداكشن بالهايدروجين خلاص فبيقدر ان هو يعمل استبدال بيتفاعه السبستيتيوشن سبستيتيوشن ازاي قال لي ان عندك الهايدروجين بيخرج اسف الايوض بيخرج وبيعتبط بهايدروجين وبيكون عندي جزئ الميسان تمام فهنا المسايل الايوضايد بيتحول الى الميسان خلاص وطبعا الهايدروجين هنا بيتولد يعني بيكون في مصدر بينتج الهايدروجين باستمرار في التفاعل ده خلاص ما بيكونش جزئ هيدروجين زي المثال السابق اللي هو بتاع الهايدروجينيشن بتاع الالكينز والالكايل هنا لانه تفاعل فبستيتيوشن فما بيكونش جزئ هيدروجين بيكون هيدروجين مولد حديثا عشان كده حطوا في الصورة اللي هي العمصرية بتاعته الاليمينتال مش الصورة الجزئي حطوا في صورة الزرة وليس صورة الجزئي تمام؟ بالنسبة الرقم 3 او الطريقة الثالثة هو تفاعل اللي بيسموه تفاعل فورتز ده تفاعل مشهور جدا لتحضر الالكانز بحضر هير الكانز من لاور الكان عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بفاعل الالكايل هالايد الار اكس الصغل عام الالكايل هالايد زي الار اكس حيث الار دي هي سلسلة هيدروكربونية مشبعة تمام؟ مجموعة مرتبطة بايه؟ مرتبطة بهالوجين تمام؟ بتتفاعل مع جزء اخر من الالكايل هالايد في وجود مين؟ وجود السوديوم متال وجود في لز السوديوم والسوديوم بيرثبت مع الهالايد ويكون سوديوم بروميز ده بيسمفه سيميترك الالكان وفيه طبعا ان سيميترك الالكان لو انا عندي الكايل هالايد من شكل مختلف يعني عندي هنا اثنين جزء من المثال بروميد إنما لو مثال بروميد ومعه مثلا إيصايل ممكن أيضا أنه يكون آه ممكن طبعا ما فيش مشكلة تمام طب ممكن يكون Symmetrical أو Unsymmetrical إيه ألكان بعد إجراء قال لي التفاعلات الرئيسية للألكان طبعا احنا خدنا طول التحضير هي فيه تفاعلات بقى للألكانز الألكانز لأن هي مركبات مشبعة Saturated زالات الكربون فيها بتعمل روابط أحادية فقط Sigma فبالتالي أنواع التفاعلات بتاعتها لازم تعتمد على إيه Substitution وليس Addition إحنا قلنا ال Addition اللي ميبقى فيه عنده Double أو Triple Bond والإليمنيشن ممكن إننا عمل لينها إليمنيشن لكن إننا أساس بالنسبالي الأساس عندي هو Substitution الاستبدال فالاستبدال هنا قال لي عندي أول تفاعلات الاستبدال هو تفاعلات الهالوجينيشن هالوجينيشن يعني إيه؟ يعني إننا بستبدل زرة هيدروجين من الألكان بهالوجين اللي هو إيه؟ اللي هو الفلور أو الكولور أو البروم أو اليود فهنا مثال الكولورينيشن قال لي إننا ممكن الألكان تفاعل مع الكولورين في وجود الألترافايلوت طبعا يبتحتاج هنا ممكن فوتو كاتاليسيز عشان كده بيستخدم الألترافايلوت أو الصان لاي أو بيستخدم درجة حرارة عالية من 340 يعني إما إنك تستخدم الضوء الشمس أو اليو في أو درجة حرارة عالية لأن التفاعل ده بيحتاج إيه؟ يعني سيرمل كتاليسيز علشان إن هو يتم خلاص؟ فبالتالي بينتج عندي لو أنا فاعلت الميثان مع الكولورين بيحفر استبدال بين ضبط هيدروجين وبين الكولورين ويكون عندي النصائي الكولوريد خلاص؟ ويكون عندي الـ النوع الثاني من التفاعلات اللي ممكن الألكانز بتعمله هي تفاعلات الكتاليتيك أند سيرمل ريأكشن قال لي ممكن أول نوع اللي هو اللي هو اللي يسموه الكومبسشن كلمة كومبسشن كلمة كومبسشن يعني حرق في وجود الأكسوجين دي كلمة كومبسشن حرق في وجود الأكسوجين تمام؟ الريأكشن ده بيبقى بيحتاج درجة حرارة عالية جدا يعني هو بيحتاج حرارة عالية وبينتج حرارة عالية أيضا بيحتاج الشتعال أو الزبارك خلاص؟ الزبارك ده بيبقى شرارة ضوئية درجة حرارة عالية أو فيليم أو لهب خلاص؟ عشان أنه توقي نشيت إيته عشان أنه أبدأ التفاعل ده التفاعل ده بيبقى الميكانيزم بتاعه فري راديكال شيم ميكانيزم يعني طريق تكوين البرودكت بتاعه بتكون كده لكن إحنا هنأخذ المعادلة العامة المعادلة العامة عندنا البروبان بيتفاعل مع خمس جزيئات من أو خمسة مول من الأكسوجين عشان يكون عندي ثاني أكسيلي الكربون وإيه وبخار المية وينتج عندي طاقة جبيرة جدا عشان كده هو أكسيسيميك الطاقة دي بتقدر بخمسة ومائة ومائة وثلاثين كيلو كالوري برمول لكل مول عندي هنا أي مركب عضوي بقاعدة عامة بيحصل له حرق في وجود الأكسوجين الناتج الرئيسي بتاعه بيكون ثاني أكسيلي الكربون وبخار مية أو مية لكن على حسب بغض جزيئات يعني المركب العضوي لما بيتحرق في وجود الأكسوجين أو بيحصل له كمباشا دايماً الناتج بتاعه بيكون ثاني أكسيلي الكربون وبخار مية أو المية ahi تاني نوع من التفاعلات هي الكريكينج الكريكينج او التكسير بيسمها التكسير التكسير ده اما تكسير حراري اما تكسير حراري التكسير ان على الألكانزة يكون تكسير حرارة يعني فيوجود حرارة يعني ايه تكسير? يعني الجزء بيتكثر بيتكثر منه روابط وزرات الروابط بتكسر فبالتالي الزرات بتخرب الزرات دي بتكون ايه في الالكانات اولا عندي مفيش اصلا غير كاربون وهيدروجين تمام فبالتالي اما فيه كاربون بيتكسر مع الهيدروجين وبيخرج اما فيه هيدروجين بيخرج تمام فانا عندي هنا لما بعمل تكسير كريكينج للإيسان في درجة حرارة عالية 500 درجة بيبتد انها يكون الإيسليل وطالما يكون الإيسليل بمعنى انه فقط هيدروجين تمام وممكن انه هو جزء اخر يفقد كاربون فبالتالي يكون ايه بيكون الميسان اللي والالكان اللي تحت منه على طول فممكن يحصل كسر الهيدروجين وممكن يحصل كسر للكاربون وممكن يحصل كسر للاتنين ايه مع بعض فعندي بيحصل مكشر بيكون خليط من المركبات لما بفعل الإيسان بيكون خليط من المركبات ممكن يكون عندي الإيسليل ممكن يكون عندي الميسان ممكن يكون عندي ايه الهيدروجين ده بيسموه الكريكينج او السيرمل كريكينج او الكريكينج او الالكان تمام